فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة نعم الذي حصل من بعض الأمراء في عهد الصحابة أنهم خالفوا السنة إما لجهل منهم وهذا هو الغالب وإما لأمر آخر قد يكون أمرا يعني هم رأوه فكانوا يطيلون القيام ويقصرون الركوع والسجود هذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متعادلة كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف وكما في صلاة الليل وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود تخفيفاً نسبياً لا يخل بالصلاة ترجمة نانسي قنقر